في هذه المعركة تقطعت رجول الصحابة إلى درجة أنهم اضطروا أنهم يربطون على رجولهم من كثرة الدم اللي كان ينزل هذه المعركة اسمها ذات الرقاح لكن اللي ما تعرفه أن لها اسم ثاني واللي هو معركة الأعاجي من كثرة العجائب اللي حصلت في هذه المعركة في قصة اليوم معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم حصلت لجمل من جمال الصحابة وأعرابي يشهر سيفه بيوجه الرسول صلى الله عليه وسلم ويهدده بالقتل وكان وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لوحده لا معه أحد أبدا ورجل من بني ثعلبة ينتقم لزوجته ويتبع جيوش المسلمين لوحدها على خيرها وواحد من الصحابة وهو يقوم الليل يضرب بالسهام في جسده لكن العجيب أنه كانت ردة فعل هذا الصحابي مختلفة تماما عما تعتقدها معركة اليوم جدا عجيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إياكم الله وبياكم واجعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا رب العالمين كيف حالكم؟ إن شاء الله أنكم خير وموركم إن شاء الله طيب أخيرا رجعنا لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني اشتكت أني أحكي لكم قصص الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يا أخي لها طعم ثاني مختلف عن باقي القصص اللي أنا أسويها مع أني أستمتع في باقي القصص الحقيقة لكن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله لها مكانة بقلبي وأتمنى أنكم تشعرون باللي أشعر فيها المهم أنك خذ لك شي تاكله ولا تنسى تابعني في كل السوشيال ميديا وكتب أنا سأكشن وبإذن الله العلي العظيم راح أطرع لك ندوم من طول بسم الله نبدأ في السنة السابعة هجري وبعد غزوة خيبر وفي يوم من الأيام دخل رجل غريب للمدينة وكان يحمل أغراض على ظهره كان يشيلها وكان في هذا الشخص عجلة يعني كأنه مستعجلة يبغى يبيع أغراضه في سوق من أسواق المدينة هذا الرجل الغريب أول ما دخل السوق بدأوا أهل المدينة يستنكرونه ويستنكرون وجوده وتصرفاته وكيف أنه يحمل هذه الأغراض الكثيرة فسأله من أين جلبتها جلبك يعني زي اللي يقول من وين أنت بس بطريقة محترمة فقال لهم أنا جيت من نشط بس غريب أنكم هادين كيف أنتوا هادين كده فاستغربوا أهل المدينة شا قاعد يقول ذا شا قصدك فراجعوا قال لهم أنتوا هادين بالزيادة ما تدرون الشي اللي قاعد يصير قالوا ايش فينا جالسين نعيش حياتنا الطبيعية يعني محنا قاعد نسوي شي غلط قال لهم تعيشون كيف قد رأيتوا أنمار وثعلبة قد جمعوا لكم الجموع جيوش كبيرة جاية عليكم الحين إيه نعم ثعلبة وأنمار مخططين يهجمون عليكم والله إني فكرت بدخل وألقاكم جيوش قدامي فاستنكرت عليكم أنكم هادين وأنا جيت أبا أكذي حاجتي هنا وأبيع بضاعة ومشي فانطلقوا الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه فقام النبي وجهز الجيوش بسرعة واستشار الصحابة في أنهم يا يقاتلونهم في المدينة أو يقاتلونهم خارج المدينة قرروا أنهم يواجهونهم خارج المدينة وطلع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حوالي أربعمائة صحابة كلهم تجهزوا وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بس أنهم مو عارفين وين وصل الجيش العدو يعني تخيل أنك طالع ومن تعرف وين وصل العدو فالكل بسرعة أخذ اللي يقدر عليه من الأسلحة وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنه في لخبطة في عدد الصحابة هلهم أربعمائة خمسمائة سبعمائة كلهم سرعين بس الأرجح أنهم أربعمائة وسلك وطريق وحيرة مليانة حجارة وشوك لأنه كان هذاك الطريق مختصر يعني حتى أن الصحابة وهم بالطريق ومع سرعة تمشيهم تقطعت جزمهم وصاروا يمشون وهم حافية والأرض مليانة شوك وحجارة ورجول الصحابة رضي الله عنهم تقطعت وبدوا ويمشون ورجولهم تصب دم وهم يمشون صاروا يربطون على رجولهم بعض الخراق اللي يرقعوها في الطريق عشان الدم يتوقف ويقدرون يمشون في هذا الطريق الوعر رضي الله عنهم عشان كده سميت هذه المعركة بذات الرقاع المهم أنهم وصلوا لوادي اسمها الشقرة أتمنى أني قلت اسمها صح وقف النبي صلى الله عليه وسلم وبيت بهذا الوادي بيت فيه يوم بس يوم أظلم الليل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سراياه يتفقدون وين وصل الجيش وين وصل جيش العدو بالضبط عشان يعرفون وين يلاقونهم أو وين يقابلونهم بالضبط وكم عددهم وهل معهم أسلحة كثير يعني يجبون المعلومات بس النسرية هذه رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وجوههم مصدومة يقولون يا رسول الله لقينا أثار رجول الناس دوبهم مروا من هنا يعني حديث بس ما فيها أحد أبدا فيها أثار وما في أحد والأثار هذه حديثة ويتفقدها وحركوا الجيش ومشوا ومشوا إليهم وصلوا لهذه الآثار فعليا وطلعت هذه الآثار فعليا حديثة في أحد دوبهم مر من هنا بس في هذه المرة لقيوا شجرة وتحت هذه الشجرة حريم بايتين هناك نساء كانوا هذولاك النساء بايتين تحت هذه الشجرة يعني الوضع كان غريب يعني وكانوا فعليا نساء من ثعلبة وأنمارة بس هذه المنطقة ما فيها أحد أبدا ما في إلا هذولا النساء استغربوا الصحابة إيش اللي قاعد يصير بس يمرفعوا أبصارهم فوق لقيوا جيوش كاملة فوق الجبال وهذه الجيوش تناظر فيهم والصحابة في مثل الوادي أنظر مرعب الحقيقة لأن الصحابة هم في منطقة ضعف واللي فوق الجبال في منطقة قوة في محل قوة يعني والصحابة في محل ضعف فكانوا الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم حذرين لأن ما حديدري إش نية هذا الجيش هم فوقهم في محل قوة والصحابة رضي الله عنهم في الوادي هذا وما حديدري إش اللي بيسوونه إيش خطتهم الجائع هل بيغزونهم ولا بيرمونهم بالسهام فجاء وقت الصلاة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وكانت جيوش العدو فعليا ضخمة ما يبسهل أبدا ولا يستهن فيها والصحابة في الوادي هذا منتظرين متى هذولا يجمون كانوا منتظرين متى يبدأ القتال بس جيوش العدو كانوا يناظرون بصمت وكان وجيههم ما هو وجيه القتال يعني يعني أنتم خرجتم بيوتكم وجهستوا جيوش ضخمة إن سبب طلوحهم للجبال ما كانت خطة أبدا ولا كانت فكرة للهجوم كانوا الجيش فعليا خايفين من جيش النبي صلى الله عليه وسلم تخيلوا فهذا الجيش أرسل سرايا عشان يجيبون خبر أهل المدينة في يوم رجعوا سراياهم هذولا رجعوا لهم بخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلع لهم بجيش وهذا الشيء خلى ركابهم ترتجف وقد سمعوا باللي صار الخيبر والقبائل اللي قبلهم وكيف أن الصحابة فعليا يستميتون ما عندهم يمين السار ما عندهم ضعف رجال قاعد يقاتلون عشان عقيدة في يوم عرفوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم طلع لهم بالجيش تخاذلوا وخافوا خوف شديدة لدرجة أنهم كانوا مبيتين في الوادي ذاك الوقت بس يوم سمعوا أن صرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلت سرية فقط عيون هربوا بالجبال ونسيوا حتى نساؤهم تحت الشجر من شدة خوفهم شوفوا كيف كانت هيبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب القبائل في النبي صلى الله عليه وسلم يمشاف النساء تحت الشجر أمر الصحابة بأنهم يسبونهم أمام عيون الجيوش كاملة يعني أخذوا نساؤهم وسبوهم والجيوش جلسة ناظر فيهم وكان بين هذول النساء وحده كان زوجها متأخر عن الجيش زوجها كان يحبها حب شديد ما يمزح يعني وزوجها ما حضر الحفلة هذه كاملة وكانت زوجتها مع نساء الجيش اللي سباهم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم وصل هذا الرجل لقي الجيوش فوق الجباح وجيش النبي صلى الله عليه وسلم في الوادي ومغادر إلى المدينة ومسكهم وسألهم اش فيكمين اش اللي صار قالوا تبغى الصدق خفنا من محمد خفنا من محمد وتخابلنا فرد عليهم وقال عوافي يا رجل أهم شيء أموالنا معنا ونساءنا معنا يعني قالوا بس نساءنا يعني الحقيقة سبوهم سبوا نساءنا أمام عيوننا وللأسف إن زوجتك معهم هنا تغيرت ملامح زوجتي أنا وهو كان يحب حب شديد ما يمزح قالوا ايهم أخذ النساء كلهم ومنهم زوجتك هنا طبخ راسة طبخ راحت العوافي والأمور ذي كاملة راحت وقام فيهم يصيح كيف تسوون كذا صحين أنتوا أنتوا فوق الجبال وهو في الوادي أنتوا في مكان قوة وهو في مكان ضع أنتوا فوق الجبال كان غرت عليهم والله العظيم ما فيكم خير كلكم والله ما أرجع البيت ومحمد يتنفس يا أنا يا محمد يا واحد من أصحاب وما برجع البيت وزوجتي معه ركب خيلة الوحدة وتبع جيش المسلمين طبعا باقي الجيش كانوا يشوفونا مجنون ما هو في عقل واحد ضد جيش طبعا والنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه للمدينة حب يرتاح هو والصحابة في شعب من الشعاب اللي كانت على طريقهما وكان هذا الشعب محمي من كل الجهات لكن فيه ثغرة والنبي صلى الله عليه وسلم وهم اطمن هم تركوا وراهم جيش كامل وسبوا نساؤهم أمام عيون وهم أصرا جايين وقلوبهم مليانة ضغينة وحقد هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من رجل يكلأنا ليلتنا حادث يعني من فيكم يحرسنا اللي نرتاح شويتين لأنهم مو متطمنين وراهم جيش حاقد فقام عمار بن ياسر وعباد بن بشر رضي الله عنهما فقالوا نحن يا رسول الله خلها لنا يا رسول الله وارتع أخذوا أنفسهم وانطلقوا إلى فم الشعب إلى المكان اللي فيه ثغرة وارتقوا على مرتفع في يوم وصلوا لهذا المرتفع قال عباد بن بشر لعمار متى تبغاني أكفيك في أول الليل ولا آخر إيش أحب إليك أني أحرص أول الليل أو آخر الليل فقال عمار اكفني أولا فانسدع عمار رضي الله عنه ونام أما عباد بن بشر قام يصلي الليل لوحدها واقف فوق هذا المرتفع وهم الأثنين ما يعرفون أن وراهم رجل زعلان زعل شديد رأسه يطبخ من الحقد وكان وقتها فعليا رايح يستميت يبغي يقتل أي أحد يقابله من الجيش وهذاك الرجل بأسرع سرعته يدور بعيونه يبغي يشوف أي أحد من الجيش أي واحد بيقابله بيقتله بس عشان يرتاح ضميره وما يرجع البيت إلا هو قد سوه شي كان وقتها رياح شديدة والرياح شلت التراب ما صار يقدر يشوف اللي قدامه ويعيونها مفتحة على آخر شي يدور أي أحد أي أحد من طرف الجيش بس يوم هدية الرياح إلا ويشوف سواد رجل على مرتفع رجل واقف فقال في نفسه بس هذا هو حارس الجيش يكفين يقتله وعباد رضي الله عنه واقف يصلي في آخر الليل على هذا المرتفع ويرتل القرآن إلا بسهم يخترق جسده وهو واقف يصلي يخترق جسد عباد بن بشر لكن ما تتخيرون إش كانت ردة فعل عباد بن بشر تفكر أنه طاحه بدأ يتعصر لا أخذ عباد بن بشر السهم وطلعه من جسده وحط هذا السهم على الأرض ورجع واقف يرتل القرآن ويكمل صلحته في منظر جدا عجيب وهو واقف يصلي إلا بسهم ثاني يخترق جسده وبكل هدوء يطلع عباد بن بشر ويحطه على الأرض ويرجع يوقف ويكمل صلحته والدم يصب منه مثل البسبوس غرقان بالدماء ولكنه واقف في ظلمة الليل وجسمه ينزف بالدماء يرتل القرآن كمل يرتل القرآن ولكأنه صار شيء أبدا أخي شوف الخشوع يا أخي سبحان الله فعليا الناس يستشعرون وقوفه أمام الله أنا ما نداري إش اللي قعد يصيل لنا حن وعباد بن بشر واقف يصلي ما تحرك طبعا هذاك الرجل بينجن في عقل سهمين يخترق جسد هذا الرجل حتى ملتفت له واقف كأنه صنم وبصوت مليان ألم يكمل عباد بن بشر ترتيله للقرآن وهو واقف في ظلمة الليلة وجسده ينزف بالدماء إلا بالسهم الثالث يخترق جسد عباد بن بشر للمرة الثالثة فأخذ السهم عباد بن بشر من جسده وحطه على الأرض زي باقي السهم يقول عباد بن بشر خفت على رسول الله إن أحد يدخل يقتل يقول فركعت وسجدت خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعت وسجدت وأدق عمار أصحي وأقول لها اجلس فقد أوتيت يعني العدو أقبل علينا طبعا عباد بن بشر ما يدري كم هم يقول عمار صحيت إلا بالمنظر أمامي صادمة عباد بن بشر طايع على الأرض وهو غرقان في دماغ وجنبه ثلاثة أسهم مرتبة على الأرض يعني منظر جدا عجيب مو فهم إيش الموضوع إيش اللي حصل بالضبط وليش الثلاثة أسهم مرتبة جنبها فقام عمار بن بشر بسرعة في يوم شاف الرجل هذا الحاقد إن في رجل ثاني معاه عرف بأنه من تبهوله وهين دخل في قلبها الخوف قال لا لا ما بعرض نفسه للخطر للدرجة أوكي أنا حب زوجتي لكن مو للدرجة دي فيلف بخيله بسرعة وغربه ومستعد يقابل جيش كامل وحده عشان فتاه فقط بس برضو عمار رضي الله عنه مدارش السالف خاصة عبات بن بشر رضي الله عنه وصيب بثلاثة سهام فكان متعجب عمار فقال سبحان الله شفيك ما نبهتني من أول سهم ليش ما نبهتني أول ما رماك أقل شي كان قمت وساعدتك بس ما تتخيل إيش رد عبات بن بشر فقال عبات بن بشر رضي الله عنه صوته مليان بالألم كنت في سورة أقرأها والله ما أحببت أن أقطحها أبدا حتى أخلصها فلما تابع علي الرمي ركعت فنبهتك وأيم الله يا عمار لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقوطي عن نفسي قبل أن أقطحها أصيب بثلاثة سهام اخترقت جسده وبكل مرة يطلع هذا السهم من جسده ويرجع يكمن صلاته ترى ما بيعرف الألم هذا إلا بشخص مرفيه أنت تفكر أنه سهم يخترق جسده فقط ولكن الألم كأن في شخص فعليا رمى عليك صخرة كاملة حرص جسدك كامل من الألم واللي جرب هذا الشعور يعرف المهم أن عباد بن بشر تعالج من جراحة وأصبح الصبح وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كل شيء وأكمل للنبي صلى الله عليه وسلم طريقه إلى المدينة بس يوم اشتد حر الظهر وجاء وقت القيلولة وقفوا الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم عشان هذه القيلولة وكانوا دائما الصحابة يتركون أي شجرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم يستضل فيها وهم يجلسون بالشمس من حبهم في النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الشيء يسوون من أنفسهم من حبهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم بس هذه المرة كانوا محظوظين لأن المكان اللي وقفوا فيه كان شعب مليان بالشجرة بكل مكان شجرة يعني الظل متوفر في كل مكان وهذا الشيء خل الجيش يتفرق وكل واحد صار يستضل في شجرة معينة صار الجيش متفرق وراح النبي صلى الله عليه وسلم لشجرة وعلق سيفة وانسدع تحت هذه الشجرة عشان ياخذ قيلولها وسيف كان معلق بهذه الشجرة بس الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفون إن في عين شخص تراقب رسول الله صلى الله عليه وسلم يراقب كل تحركات رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعد فترة بسيطة وبعد ما الجميع استغرق في النوم وكان المكان هادي وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة إلا بسيف النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من غنة فصحي النبي صلى الله عليه وسلم إلا برجل أمامه ورجل ما كان من المسلمين رجل كان من المشركين وبالضبط من مشركين غطف اسمه غورث ابن الحارث كان ماسك هذا السيف ويناظر في رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لوحده وباقي الجيش متفرقة يعني ما في أي أحد قريب كان هذا الرجل من غطفان وكان بينه وبين قومه تحدي إنه يقتل محمد يعني كان الموضوع كله تحديه فقال غورث للنبي صلى الله عليه وسلم أتخافني يا محمد فرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بكل ثقة وهو الوحدة وما مع سيف لا فطالها غورث قال لا أنا معي سيفة الحين وانت جالس ما معك شيء ما معك سلاح ما معك أي حاجة تدافع فيها عن نفسك فقال فمن يمنعك مني ما في شيء يمنعك مني الحين أنا بالسيف وأنت على الأرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله يعني الله يمنعني منك شوف كيف ثقة النبي صلى الله عليه وسلم فجأة إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي الصحابة يقولون الصحابة في يوم اسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم ينادينا تجمعنا بس أول ما وصلنا إلا بغورة ابن حارث مشرك من المشركين جالس والسيف بيد النبي صلى الله عليه وسلم انقلب الحال فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة القصة اللي حصلت له وكيف أن هذا الشخص أخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قال لي من يمنعك مني فقلت الله فها هو ذا جالس بعد ما حقاه من النبي صلى الله عليه وسلم بكل اللي صار معاقب النبي صلى الله عليه وسلم غورث وترك بس الصحابة رضي الله عنه ما تركوا في حاله مسكوه وتهددوه وخوفوه إليه انكسرت شخصيته وهربه من خذل فقاموا بعدها الصحابة وهم مصدومين من اللي حصل وكيف إن النبي صلى الله عليه وسلم بكل ثقة غلب غورث مع إن ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم شيء فقاموا الصحابة ولموا الأغراض وبدوا يتوجهوا للمدينة وما كان بينهم بين المدينة مسافة بعيدة كان شيء بسيط إذين يوصلون للمدينة يعني خلاص بيوصلون وتعرف إذا الشخص خلاص قرب يوصل كيف إنه يبدأ يسرع في المشي خلاص يبغى يوصل فكان جيش النبي صلى الله عليه وسلم مسرع شويتين لأن الجميع يبغى خلاص يوصل تطولوا في المشي بس كان في واحد من الصحابة عنده جمل متعبة جدا كان هذا الجمل بطيء وكان هذا الصحابي اسمه جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان عنده جمل يفقح القلب بطيء يضرب فيه جابر بن عبد الله ولا يتحرك ما تدري مزاجي مضروب مخة ما نوعى فيقول جابر بن عبد الله كنت أخر القوم وقتها ما كان بينه وبين المدينة وكنت دائما أحاول أضرب في بعيري هذا عشان يسرع بس ما يسرع فقع قلبي وكان النبي صلى الله عليه وسلم معاملته مع الصحابة مثل الأب مع أبناء فكان كل شوية يتفقده كل شوية يشوف يتفقد الصحابة إذا واحد تعبان إذا واحد مريض إذا واحد يحتاج مساعدة مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذه المرة شاف جابر بن عبد الله متأخر عن القوم كل شوية متأخر فكان النبي صلى الله عليه وسلم ملاحظ جابر بن عبد الله وشايل أهم فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الجيش إنين لقي جابر بن عبد الله يعني تأخر بإرادته في يوم لقي جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا جابر يقول جابر بن عبد الله فقلت يا رسول الله أبطع علي جملي هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنخ يعني وقف وانزل من علي وكان مع جابر بن عبد الله عصى يضرب فيها هذا الجمل اللي كان معه فأول ما نزل جابر بن عبد الله من على جمل قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أعطني هذه العصى من يدك يقول جابر فأعطيت النبي صلى الله عليه وسلم هذه العصى فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يدق الجمل بهذه العصى وبعد كم دقة قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر اركب يقول جابر فركبت لكن جملي هذه المرة كان مختلف فيقول جابر والذي بعثه بالحق يواهق جملي مواهق من سرعته بدأ يواهق الجمل والجمل إذا بدأ يسرع في المشي يمد رقبة يقول جملي أول مرة يتصرف هذا التصرف فبدأ يجري جري حتى أنه بدأ يسبق الجيش فوصل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى المدينة وكان معهم النساء أما جيش تعلبة وأنمار رجعوا لبيوتهم وهم مكسوفين وعيونهم مكسورة وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من دون أي قتال وهذولاك رجعوا مخذولين لكن لا تخاف الحلقات الجاية بإذن الله رح تكون دسمة جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قرروا أنهم يتوجهون لهم واللي راح نحكيها بإذن الله في الحلقات الجاية من هذه السلسلة فلا تحزن يعني بإذن الله الحلقات الجاية بتكون جميلة إذا وصلتم مليين هنا لا تنسوا نتصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وتروحوا تتابعون باقي السلسلة الموجودة في سلسلة البداية والنهاية وسلسلة ثانية مشكلة كوكتيل نشوفكم إن شاء الله الحلقات الجاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بتوحشوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر